فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اسمع ياللي ما صليت العيشة إلى الآن اسمع ياللي جالس اسمع كلامي ترى الله جلسك وسمعك يباقي تقوم تصلي لا يجيك الموت تدخل قبرك وانت باقي ما صليت العيشة لا تخرج روحك من هذه الحياة الدنيا وانت مستهيم بهذه الصلاة لا تخرج روحك ويتوقف قلبك وتدخل إلى قبرك وأنت لا تصلي فوالله الذي لا إله إلاه أنه عذاب ينتظر تارك الصلاة يعني يصلي بس الله من ينام عنها ويأخر عن وقتها وما أكثرهم في زماننا هذا كثير لما يصحى للمدرسة صلى الفجر ولما يرجع من المدرسة ويتغيده ينام إلى صلاة العيشة ويقوم يجمع عصر ومغرب وعيشة قسما بالله من هذا حاله إن لم يتب ويرجع فهذا هو عذابه في قبره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً اشتركوا في القناة